أي حادث تجده في إيران في الوقت الحاضر يمكن ربطه بما يجري في فيينا لغاية الآن لم نسمع من قبل الوفد الأمريكي المتواجد في فيينا بأن اتفاقاً مبدئياً حصل في هذه المفاوضات يبدو بأن المفاوضات إلى الآن لم تصل إلى نتيجة إيجابية فيما يتعلق بعودة الطرفين إلى هذا التفاهم النووي أود أن أوضح مسألة ذكرتها في بداية الأمر عندما ذكرت حضرتك بأن إيران تطلب من الولايات المتحدة بأن البيت الأبيض يتخذ قراراً بمنع أي رئيس في المستقبل من إلغاء أي تفاهم مع إيران ولذلك تسعى إيران إلى جعل ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي لأن التفاهم تم توثيقه من قبل مجلس الأمن الدولي السبب الرئيسي ليس بإمكان أي إدارة في الولايات المتحدة أن تمنع إدارة أخرى من إلغاء نوع من هذا التفاهم هو سبب واحد لأن هذا التفاهم ليس جزءاً من القوانين الأمريكية لو كان جزء من القانون الأمريكي لكان بإمكان أي شخص أن يتوجه إلى المحاكم الأمريكية لإبقاء التفاهم سائر المفعول ولكن بما أنه رفض مجلس الشيوخ سنة 1915 بناء على طلب كان طلب أوباما من مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التفاهم رفض مجلس الشيوخ ذلك ولذلك تجد بأن الاتفاقيات التي تعقدها الولايات المتحدة يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ وأن يوقعها رئيس البلاد بما أنه لكي تصبح جزء من القانون الأمريكي بما أن هذا التفاهم لم يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولم يوقعه الرئيس فإذن ليس جزء من القوانين الأمريكية ولا يمكن لأي شخص الطلب من المحاكم الأمريكية باتباع هذا القرار أو هذا التفاهم أو إمكانية تنفيذه في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر